القانون رقم 11 لعام 2021 الذي أثر جدلاً واسعاً وتساؤلات كثيرة اليوم يشكل مجلس النواب لجنة تتكون من ستة أعضاء لمراجعته ودراسته بغرض التعديل واقتراح ما يلزم قرار تشكيل اللجنة نص على أن تقدم تقريرها لرئاسة مجلس النواب حال انتهائها من عملها في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور القرار القانون القاضي بتغيير شكل السلطة القضائية اعتبر متابعون توقيت ظهوره لا يخلو من تسييس فقد جاء بعد أيام من انتهاء مرحلة الطعون والتي نتج عنها بقاء أسماء لم يناسب مجلس النواب وجودها بحسب مراقبين ولم يمضي كثير من الوقت حتى كشف تسريب مصور لجلسة للنواب عام 2019 برئاسة عقيل الصالح كشف عن اختلاف بين القانون المتداول وما جرى التصويت عليه في تلك الجلسة التغيير الذي أجراه مجلس النواب بتسمية مدير التفتيش الداخلي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء والنائب العام نائبا له لم يرى النور ولم يمضي قدما فقد طلب رئيس مجلس النواب المكلف فوزنويري من محمد الحاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء طلب منه الاستمرار في عمله وعدم تنفيذ ما نتج عن جلسة النواب المنعقدة في ترابلس المجلس الأعلى للقضاء أكد في مناسبات كثيرة ابتعاده عن التجاذبات السياسية واستمرار القضاء في أداء عملهم رغم التهديدات التي تطالهم والاتهامات التي يوجهها البعض لهم بتلقيهم الرشاوة فلماذا بات تغيير السلطة القضائية أولوية لمجلس النواب في هذه المرحلة بعد فشل إجراء الانتخابات والاستياء العام من ذلك لا سيما وأن إلغاء الانتخابات جاء على يد مجلس النواب رغم وصول العملية الانتخابية إلى مرحلتها الأخيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر